مساء الخير لكم الغزالة ديالي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي انا بديت لكم اختي تقديم باللغة العربية مرحبا بكم البنات مرحبا بكم ومئة الف مرحبة اليوم البنات ان شاء الله غادي نبرتجي معاكم وصفة الكوريات يا اختي وصفة الكوريات معروف عليهم بيضات بحال العادين بيضات ولكن مشي بيضات هما خالقهم الله هكاكوا في نفس الوقت بشي حاجة فريمو كيديروها اللي واعراء طب طب دو طب فريمو فريمو فاليوم غادي نبرتجي معاكم وصفة لتبييض البشرة وتوحيد لو البشرة كتحيد لك تصبغات لكلف النمش وصفة لكلف النمش وصفة لكلف النمش وكتوحيد لك اللون البشرة يعني ما يبقى عندك تصبغات ما يبقى عندك تبايع هناك كحل هنا بيض هناك زرق هناك حمر فريمو اليوم غادي نبرتجي معاكم النقعة ياختي النقعة في الوصفات في الله كاملين شوفوا المكونات ونعودوا ورجعو هنا باش نطبق الوصفة على وشي المهم من الغزالة ديالي غادي نبدو بسم الله على بركتي الله الوصفة ديالنا ديال اليوم وصفة واعرا 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 نعيما نشكر فيها ما غاديش نوفي بحقه صراحة كتبييض وصفة كوريا لبنات ومعروف علي الكوريات بيضات غزالات كيحمقوا بالبيوضة معروفين بالبيوضة هم يعني بلا ما نبقى نعرف نعرف بهم ولا شي حاجة فالمكونات اللي غادي نحتاجوا لهذا الوصفة او لا المكون رئيسي اللي غادي نحتاجوا في هذا الوصفة اللي كيستعملوه الكوريات لي هو الروز الروز البنات الروز معروف عليه كيبيض تبيض خاطئ كيبيض من دكش رفع البنات فاول حاجة غادي ندير هي اناني غادي ناخد شوية الماء الماء اللي غادي يكون سخون هذا رماء سخون حطيته هنا وغادي نزيد عليه الروز هذا البنات ديال الحليب هذا الروز هذا ماشي صفر هذا الروز هذا البيض ديال الحليب موما غادي نزيد واحد الكمية هنا هنا في هذا الماء هذا بمانا غادي نوريكم وانتم ما تبعوا معايا هذا بغادي نخلي هذا الروز هذا في هذا الماء حتى يطلق لي يدك انشاء اللي انا بغايت يعني الماء خصو يولي غادي البيض فاهمتو شنو شنو القصد ديالي وانشاء الله موما دل المرحلة هادي البنات ممكن ديروا بها الطريقة ممكن انكم تبخوه شي شوية بحلا نقولوا غادي تطيبوه صفيوا تاخدو ده كلمه هاديك القضية غادي باش تزربوا شوية هاد الشي هذا تزربوا العملية ديال الوصفة ميانا كنفضل ندير ها الطريقة هادي ونخلي الروز يطلق على خاطر خاطره يطلق دك النشويات اللي انا محتاجة ماشي مشكيل ما مزروه باش يالله مهم الغزالة ديالي هنرجعت معاكم كما كتشوفو بنسبة للروز ديالنا اللي يطرتوا في هادا كلمه هاو اطلق لي هادا كنشا لانا محتاجة كما كتشوفو يعني رخليه تموت داعد ولا بحلا هاكا كما كتشوفو البنات دابا غادي نبدو بسم الله طروري هادا هو السير في هادا الوصفة مهم غادي ناخد واحدة طبيع صين كما كتشوفو وغادي ندير فيه واحد المعلقة ديال لنشاء نشاء البنات معروف على النشاء خاطير في التبيض وتوحيد لول البشرة كما كتشوفو وغادي نزيد معلقة ديال الخرطال او لا الشوفان مطحون معلقة دياله هي محوليه سوفي وغادي نخلطه بالمدية للروز مانتوما كنخلط الكريم ديالي هو عبارة على كريم البنات كما كتشوفو هادا الوصفة لها خطيرة في التبيض كل شيء سيبقى يسهولك ايش نودرتي يعني كل شيء سيلاحظ الفرق كنوا متأكدين البنات ان الناس اللي كتعرفوا هذا سيلاحظوا الفرق سيلاحظوا الفرق انا متأكدة لان في غيمو كتشوفو كتشوفو البشرة كنت ترجعلك السمورية الخفيفة كنت بيضك تزيد بياضي يعني ما كتخليش ديك البشرة هكا كزرقة ولا حالتها حالة مو يمكن ما كتشوفوها هو الخالي ديالي عندهم هوا زوين بزف 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 و مفيد للبشرة دابا غادي نطبقو ان شاء الله على لابو ديالي هنا رجعت معاكم الزوينة ديالي هنا رجعت معاكم مهم الوصفة تعرفنا على المكونات ديالها زوينين يكا البنات زوينين وساهلين و اي وحدة تقدر يعني تصوب هاد الوصفة هذي الروز معروف عليه كي يبيض يعني كما كتشوفو هاي الوصفة ديالنا خالي ديالنا يعني بحشكل ديال الكريم وعر 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 البنات نعيما نشكر فيه شوفو قسمنا بالله الى الناس اللي كتعرفوا سيلاحظوا الفرق كنتي مجوجة راه راجلك سيلاحظ الفرق يقول كنتي اليوم اختي زيدة في شيء سيلاحظوا ولكن بارتاجيلي الفيديو بارتاجيلي الفيديو بارتاجيلي الفيديو ليовهو كرام هذه الكريم اللي يكون خفيف ف بسم الله istem begins نطبقوا على وجهي كما تشوفون البنات فريمو وعر نعيما نشكر فيه نعيما نشكر فيه ما سوف نقول لكم خطئ تطبقه غيب شوية هورا شوية لانه معروف على انشاء وصعيب انك تتعامل معها ما غيب شوية حتى تطبقها على وجهك كامل تطبقها لا يوجد مشكلة تحت العين لا يوجد مشكلة لانه يجعل المكونات الطبيعية ما لديهم يديرون لك كنتي عروسة كنتي معروضة كنتي هي البشرة ديالك قبل ما تدري الماكياج لديه لديه تقريبا نص ساعة 25 دقيقة نص ساعة مكينين الشمواد اللي غادي بصيفة نهائية في هاد يعني الوصفة ساعة 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 كما تشوفوا البنات عفاكم اني تديرو وخدموهم زيان فلابو ديالكم ماشي غي تحطيه وتخليه ما نصيه 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 معروفة على الشوفان يبيض وكتشوفوني انا بزاف كنستعمل هاد الماواد لان اريد ان يبيضوا البنات ندرج بها موهم غادي نكمل ونعود نرجع موهم غادي نكمل ونعود نرجع موهم الغزالة ديالي هانا بعدما طبقت الماسك ديالي على الوجه ديالي غادي نخليه تقريبا 1-25 دقيقة زوين البنات ما عندو ميدل لكم موهم غادي نتجل ونعود نرجع موهم موهم نتجل نتجل موهم موهم الغزالة ديالي هانا نرجعت معاكم ما تقولوش ليا لبنات ما كينش فرق كين فرق وفرق كبير كما كتشوفوا لابو يعني كتولي كضوي هانتو ما مازال انا مدرت له موارد طيب موارد طيب غادي ندير ضوف ضوف كي يعجبني بزف صراحة كي نحس به يعني كيرطب يعني بالعمق عندك ضوف وعندك نيفيا تهية زوينة كما كتشوفو غادي ندير ضوف بزف منكم كيقولولي يا شنو المرطب كي ندير غادي ضوف هادي او لا نيفيا خسف التعمل والريحة زوينة و يعني يرطب ايا من ذاك الشيء الفاعل مهم كنا نرطب وجهي ضروري من الترطيب خصا إذا كانت عندك بشرة بحالي اللي بغاية ما بشرة جافة جافة وخصها العناية وخصها ترطيب العماق كما كتشوفو ريحة دياله واعرة كم سحكم بي ضيموا على البنات وصفة واعرة بزاف كتبيض يعني من اول استعمال ركاين فرق وفرق كبير هنتومه اختي الزيونات سوف تكوني تايقة في رأسك سوف تكوني تايقة في رأسك تشوفي في المراية وتقولي ما شاء الله تشوفي في المراية وتبقي وااو ما عزوينة لا تديروش هكاك لا تديروش هكاك لا تديروش هكاك لبناس دائما قولي ما شاء الله وسمي الله مهم الغزلات ديالي هنتمنى ان الوصفة تعجبكم وصفة من ذهب اعطيتها لكم خطكم فتم زهر بيوتي بارتاجيوها بارتاجيوها ووصلوا لي هاد الفيديو لواحد العدد كبير دياللايكات ومتنسوش تقولوا لي من اين مدينة او من اين دولئي كنتو اول مرة كتشتركوا وانتلاقاوا ان شاء الله فيديو جديد تهلوا بالزفر يوسكم سلام عليكم اشتركوا في القناة